بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان فوزان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب فهذا الإنسان إذا قام بما خلقه الله من أجله وأمره به فإن الله سبحانه وتعالى يواصل له التكريم في الدنيا والآخرة وأما إذا ترك ما أمره الله به وخالف أمر الله فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ويهينه ثم رددناه أسفل سافلين فهذا الإنسان إما يكون مرتفعا عند الله في كرامته وإما يكون منخفضا إلى أسفل سافلين والسبب في هذا عمل الإنسان ما يعمله الإنسان هو الذي يرفعه أو يخفضه ولا يظلم ربك أحد ومن تكريم الله لهذا الإنسان أن الله حرم دمه حرم أن يعتدي عليه أحد ويسفك دمه قال تعالى في بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وقال وتجلوا على من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها وكأنما أحيا الناس جميعا فمن قتل نفسا بغير سبب شرعي فكأنما قتل الناس جميعا لأنه درب الناس على القتل وسنه لهم ولأنه تحمل عثم من يقتل بسببه في الحديث في قصة يقال صلى الله عليه وسلم ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قصة من دم أو كفل من دمها لأنه هو أول من سن القتل قال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم ذي الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فهذا الآخر الذي لم يتقبل منها خذه الحسد فقال لأخيه لأقتلنك قال إن ما يتقبل الله من المتقين لأن بسطت إليه يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما قتلت بعد ذلك نفس ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل الأول قصد من دمها لأنه أول من سن القتل فالنفوس لا يجوز قتلها إلا بمبرر شرعي كالقصاص نفس للنفس وكذلك الإفساد في الأرض الذي يفسد في الأرض تقطاع الطرق والبغاة ومن يتعرض لأمن الناس ويزعج الناس ويخوف الناس هذا مفسد في الأرض أو الذي يروج المخدرات والمسكرات ويفسد عقول الناس ويفسد أبدانهم فهذا مفسد في الأرض يقتل كفا لشره ردعا له وكفا لشره وكذلك تقتل النفس في الحد حد الردة من ارتد عن دينه قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه والتارك لدينه المفارق للجماعة فهؤلاء يقتلون بيوجد لأنهم قام فيهم سبب القتل وما عدا هؤلاء فلا يجوز قتل النفس بغير حق بأي دعوة سواء بدعوة الجهاد كما يسمونه وهو ليس بجهاد الجهاد ما شرعه الله سبحانه الجهاد له ضواضط له شروط مذكورة في كتب العلم هذا هو الجهاد الذي شرعه الله وأما قتل النفوس بالكميات نفس واحدة قتل نفسا بغير نفس واحدة أو فساد في العرض فكأنما قتل الناس جميعا فكيف بالذي يقتل نفوسا كثيرة تفجير أو تخريب ويدمر ديارا ويهلك أموالا ويروع آمنين هذا من أعظم المفسدين في الأرض سأل الله العافظ هذا إفساد في الأرض وليس بالجهاد وعن نفس المعصومة التي لا يجوز قتلها إلا بمبرر شرعي هي نفس المسلم نفس المسلم قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء الخطاء يمكن أنه غير متعمد يمكن قتل الخطاء ومع هذا مع أنه خطاء فإنه لا يذهب هدرا قتب الله عليه إحكاما ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة اعتاق رقبة مؤمنة على القاتل تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله دية مسلمة إلى أهله فأوجب في الخطاء شيئين الشيء الأول الكفارة الشيء الثاني الدية دية النفس والكفارة عسق رقبة مؤمنة فمن لم يجد الصيام شهرين متتابعين لما جاء في آخر الآية شهرين متتابعين هذا نفس المؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ لأن الخطأ يحصل غير متعمد وصور الخطأ كثيرة ومع هذا لم يعد لله المخطي في قتل الخطأ فلأوجب عليه وأوجب على عاقلته ما أوجب كفا للقتل وإن كان خطأا وحفظا للنفوس من أجل أن يتحرز الإنسان لأن لا يقع في الخطأ تحرز راية التحرز لأن لا يقع منه الخطأ لترتب على ذلك قتل نفس أوجب الله عليه الكفارة وأوجب على عاقلته وهم عصابته من الرجال أوجب عليهم الدية ليتحرز الخطأ وهذا لا يقف عند المؤمن بل حتى من عصم الله دمه من الكفار إما بذمة عقد ذمة بينهم وبين المسلمين وهذا يسمى بالمعاهد آمن على دمه وماله ولهذا ولهذا قال في من قتله خطان وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم هذا محل الشاهد وإن كان من قوم بينكم يعني من الكفار بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجدها صيام شهرين متتابعين توبة من الله توبة من الله دل على أن قتل المعاهد فيه مؤاخدة تستحق التوبة ولو كان خطأ توبة من الله وكان الله عليما حكيما فانظروا كيف أوجب في دية المعاهد الكافر أوجب فيه الدية والكفارة كما أوجب ذلك في قتل المسلم خطأ لأنه معصوم الدم وإن كان كافرا بالعهد والمسلمون افترمون العهود ويوفون بالعهود ويعدلون في الناس ولو كانوا كفارا ويعدلون ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله إن الله سديد العقاب هذا في الخطأ من قتل مؤمنا خطأا أو قتل معاهدا وأما العمد قد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة سواء قتلها منفردا أو قتلها مشاركة فعليه هذا الوعيد الشديد إن شاء الله العافظ وأما قتل المعاهد عمدا فقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين سنة لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد في من قتل معاهدا وكذلك المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بإذنهم أو بإذن ولي الأمر هذا مستأمن يؤمن في بلاد المسلمين حتى يرجع إلى أهله وإن كانوا حربيين يرجع إليه وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة هذه طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع الكفار إذا لمسوا من المسلمين العدل والوفاء بالعهود كان ذلك مدعاة له من يسلم وأما إذا لمسوا من المنتسدين إلى الإسلام العدوان والغدر فإن هذا مما ينثر عن الإسلام وإن كان أصحابه يزعمون أن هذا من الدعوة إلى الله ومن ما يصلح هذا ومن المستأمنين الذين يدخلون للعمالة من الكفار إذا احتيج إليهم إذا احتيج إليهم فدخلوا عمالا بعمل لا يقوم به غيرهم نصحة المسلمين فيؤمنون ما داموا في بلاد المسلمين وكذلك السفر السفر من الكفار يؤمنون فيرجعوا إلى بلادهم ما داموا في بلاد المسلمين دخلوها بإذن وبنظام من الدولة من ولي الأمر فلهم حرمة يؤمنون حتى يرجعوا إلى بلادهم هذا هو الإسلام الإسلام ليس وحشيا دون دين عدوان غدر بل هو دين الوفاء ودين الدعوة كنتم خير أمة أخية للناس تأمرون بالمعروف تنعون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه أمور يجب على المسلم أن يعرف الله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس في سفة عباد الرحمن من آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر للشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق انظر كيف جعل قتل النفس التي حرم الله في مرتبة بعد الشرك بالله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أزامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات كان الله غفورا رحيما لم يغلق الله عليهم باب التوبة ولم يقنطهم ويؤيسهم من رحمته بل إذا تابوا تاب الله عليهم سبحانه وأبدل حسناتهم وأبدل سيئاتهم حسنات وغفر لهم ورحمهم والنفس التي حرم الله عرفنا أنها نفس المؤمن ونفس المعاهد المعاهد نفسه حرم الله قتلها بالعهد بالأمان حرم الله قتلها وأوجب في قتلها ما أوجبه في قتل المسلم إذا كان خطأا وإذا لم يكن خطأا يحرمه الله من الجنة ولا يجد ريحها نسأل الله العافظ هذا وعيد شديد يجب على المسلم أن يعرف هذا من دينه يتفقه في دين الله يعرف متى يباح قتل الأنفس ويعرف ما في قتل الأنفس البريئة مؤمنة كانت أو معاهدة ما في ذلك من الوعيد الشديد في وقتنا هذا كما تعلمون كثر التفجير والتخريب بحائم من الكفار هم الذين يغذون هذا ويخططون له بخفية ويغررون ببعض أبناء وأولاد المسلمين بما يجدونه عندهم من الغيرة ولكنها ولكنها غيرة على جهل وبما يجدون عندهم من محبة للجهاد في سبيل الله ويظنون هذا من الجهاد في سبيل الله وليس كذلك ليس من الجهاد هذا من الغدر والخيانة ثم انظروا ما يترتب على هذا التفجير وهذا التخريب كم يقتل فيه من الأنفس من الرجال والنساء والأطفال من الأنفس التي حرم الله قتلها هذا الذي فجر نفسه ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الأولى أنه قتل نفسه قد حرم الله عليه أن يقتل نفسه وتوعده بالنار فالذي يقتل نفسه توعده الله بالنار كما في الحديث من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في جهنم يتردى في جهنم والعياذ بالله الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه حتى ولو مسه ما مسه من الهم ما مسه من الضيق يصبر ولا يقتل نفسه بحال من الأحوال لا يقتل نفسه ومع هذا يسمون هذا القتل لأنفسهم في هذه الجرائم يسمونه بالشهادة في سبيل الله هذا ليس شهيدا هذا في جهنم كما سمعتم في الحديث الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله ما يقتل نفسه وإنما يقتل يقتل على يد غيره من الأعداء في سبيل الله في الجهاد هذا هو هو الشهيد أما الذي يقتل نفسه هذا مجرم ليس بشهيد يجب يعرف هذا كم يترتب على هذه الجريمة جريمة التفجير والتخريب كم يترتب عليها من قتل الأنفس المعصومة هل في بلاد المسلمين هذا معصوم الدم إن كان مسلما فهذا معلوم وإن كان معاهدا أو مستامنا دخل بإذن من ولي الأمر أو من أحد المسلمين إذا أمنه أحد المسلمين دخل في بلاد المسلمين بأمان فهذا ما أدام في بلاد المسلمين فهو مؤمن لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز قتل المعاهد سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار المعاهدون الذين بيننا وبينهم عهد وبيننا وبينهم هدنة لا يجوز لمسلمين أن يقتل أحدا منهم ولو كانوا في بلادهم لأن الإسلام يحترم العهد فمن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وأوفوا بالعاد إن العهد كان مسؤولا يسألك الله عنه يوم القيامة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون العهود لها حرمتها ولها قيمتها عند الله سبحانه وتعالى والغدر بالعهود هذا من صفات المنافقين لا من صفات المسلمين المنافق من صفاته أنه إلى عاهد غدر والعياذ بالنحل أما المؤمن فلا يمكن أن يغدر في العهد فيجب على هؤلاء الذين غرر بهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتفقهوا في دين الله وأن يكفوا عن عن التفجير وعن التخريب حتى في بلاد الكفار المعاهدين والمستوى والمهادنون لا يجوز للمسلم أن يتصف بهذه الصفة ويغدر في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين مسلم يعرف بالأمان يعرف بالأمانة يعرف بالوفاء يعرف بالدعوة إلى الله على بصيرة هذا ينفر عن الإسلام ولا يدعو إلى الإسلام ما هكذا دين الإسلام هيجب أن يتنبه بهذا الأمر ولا ينخدع الإنسان بالدعايات الباطلة ودعاة الضلال ودعاة السوء أو يأخذ العلم عن من ليس من أهل العلم أو عنده علم لكنه ليس من أهل خشية الله ولا يخاف الله عز وجل فلا يأخذ العلم إلا عن العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى عن الربانيين عن العلماء الربانيين الذين يخشون الله ويتقونه سبحانه وتعالى وينصحون لعباده أولا هم الربانيون فهذه الجرائم التفجير والتخريب ترويع الآمنين تشويه الإسلام أمام العالم حتى أصبح إذا قيل مسلم قيل إرهابي عنده من كل مسلم إرهابي سواء عن جهل أو يتعمدون هذا فأصبحوا سبة على دينهم وعلى إخوانهم ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى صوابهم وأن يتفقهوا في دين الله وأن يتوبوا وأن يتوبوا إلى رشدهم ويتعقلوا في أمرهم وأن يعرفوا ما هو الجهاد في سبيل الله وما هي شروطه وأن يعلموا أن قتل الإنسان لنفسه لا يجوز بحال من الأحوال لو أصابه الكرب والضيق لو رأى أنه سيقتل ما يقتل نفسه لو رأى أنه سيقتل ما يقتل نفسه لو أصابه مرض خطير أو مرض مخوف لا يقتل نفسه بل يصبر لقضاء الله وقدر ويعالج إذا كان عنده علاج أو هناك دواء يستعمل لكن يقتل نفسه لا هذا لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتل نفسه في هذا التفجير ويعلم أنه سينقتل يعلم هذا إذن هو قاتل لنفسه متعمد والعياذ بالله فعليه هذا الوعيد الشديد وهو يزعم أنه يجاهد في سبيل الله وهو ليس مجاهداً في سبيل الله يجاهد في سبيل الشيطان هو الذي أغراه وسول له وأملأ له خدعة سواء شيطان الجن وشيطان الإنس الواجب يتنبه لهذا الأمر وأن يتعلم أبناء المسلمين حرمة النفوس المعصومة وأن يتعلموا ما يترتب على قتل الأبرياء والنفوس المعصومة من الآثام قبل ذلك يتأملون ما يترتب على هذه التصرفات من الجرائم المتراتمة قتل نفوس إتلاف أموال ترويع للناس إخلال بالأمن خروج عن طاعة ولي أمر المسلمين شق عصى الطاعة كل هذه جرائم جرائم فضيعة والعياذ بالله والسبب في هذا أنهم تلقوا العلم عن غير أهله أو اكتصروا على مطالعة الكتب من غير مراجعة العلماء وفهموا خطأ فهموا خطأ وظنوا أنهم على الصواب بسبب أنهم اعتزلوا العلماء وأخذوا العلم من غير أهله فوقعوا فيما وقعوا فيه وليس الأمر اقتصر عليهم والضرر اقتصر عليهمهم بل هذا تعدى إلى تشويه الإسلام والكذب على الإسلام وتعدى إلى قتل نفوس كثيرة بريئة ليس لها جرم الأطفال ما جرمهم النساء ما جرمها المستأمنون والمعاهدون الذين لم يحصل منهم شيء أدن على المسلمين ما جرمهم ومن حصل منه شيء يرفع أمره لولي الأمر وهو بنتا التي تعاقبهم على مسألة محكومة ولها أنظمة ولها أحكام شرعية فأنت تكون من المسلمين الذين يحملون الإسلام الصحيح بآدابه بشرائعه تكون قدوة صالحة ولا تكون سبة على دينك وعلى وطنك وعلى أهلك وعلى المسلمين عموما كما تعلمون الآن أصبح اسم الإرهابي واسم المسلم مقترنين إذا قيل مسلم قالوا هذا إرهابي لأن الإسلام عندهم هو الإرهاب سواء عن علم يريدون التدليس على الناس أو أنهم جهال بالإسلام ولا يدرون يأخذون الإسلام من الأشخاص المدعين للإسلام ولا يأخذون الإسلام من أصوله من الكتاب والسنة وأهل العلم يأخذونه عن هؤلاء الأفراد الذين إما أنهم جهال ووقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الجهل والجهل داء قاتل وإما بسبب أنهم دعاة سوء دعاة ضلال تعمدون تشويه الإسلام فنتنبه لهذا الأمر وننبه أولادنا وإخواننا لهذا الأمر العظيم نحمي أنفسنا وأيضا نحمل ديننا حملا صحيحا بحيث إذا رآه الناس رغبوا فيه ولم ينفروا منه فهذا هو الواجب على كل مسلم الحمد لله مدارس المسلمين معاهد مدارس كتا الابتدائي والمعاهد والكليات كليات الشريعة ووصول الدين كلها تدرس كلها تدرس الإسلام الصحيح وتدرس الجهاد من الكتاب والسنة وتبين متى يحل دم في المسلم ومتى يحرم الأصل من دم المسلم حرام تبين أن دم المعاهد وحرام كدم المسلم فيأخذ العلم ويأخذ الإسلام عن أصوله ولا يأخذه ممن هو عدو للإسلام يتسمى بالإسلام أو يأخذه عن جاهل لا يعرف ما هو الإسلام أو يأخذه من فهمه هو وهو ليس عنده علم فنحن نحمل دينا عظيما يجب أن نفهم هذا الدين يجب أن ندرس هذا الدين والجاهل يعترف بجهله ولا يتدخل في الأحكام الشرعية ويقف عند حده قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشركة الطول على الله بغير علم الذي يتكلم عن مسائل الجهاد ومسائل هل ولا والبر وهو لا يخسن ولا يعرف الأحكام الشرعية في ذلك هذا يخطي أكثر مما يصي ويصي أكثر مما يحسن إن أحسن وأصاب لكن الغالب أنه لا يخسن ولا يصي لأن ما ترتب على الجهاد فهو جهل والجاهل المركب أشد وأخطر من الجاهل البسيط لأن الجاهل البسيط يدري إنه جاهل يتوقف لكن الجاهل المركب ما يدري إنه جاهل يظن إنه عالم يجهل ولا يدري أنه يجهل هذا هو الجاهل المركب وهذا هو الواقع في هؤلاء جاهلهم مركب يجهلون ولا يدرون أنهم يجهلون بل يظنون أنهم علماء وأنهم مصيبون وأن العلماء على الوجه الصحيح أنهم مداهنون ومتساهلون وإلى آخره كرائم كثيرة تترتب على هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يفقهنا وإياكم في دينه وشريعة نبيه وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين جزي الله معالي الشيخ طالح وفوزان وفوزان خير الجزاء على ما تفضل بهذه محاضرة طيبة العظيمة النافعة يقول السائل رضيلة الشيخ من ذلك من يحتج بجوادي قتل الأنفس المعصومة قتل النفس بالحذام أو غيرها من متفجرات بخصة الغلام لأنهم يقولون أن المسلمين إذا لم يكن لهم طريقة لطرد العدو من أرضهم وبلادهم فإنه يجوز لهم فعل هذه العمليات فما توجيه سماحتكم هذا استدلال منكوس الغلام ما قتل نفسه يا أخي الغلام قتله الجبار ما قتل نفسه وإنما صبر على القتل من أجل الدعوة إلى الإسلام صبر على القتل من أجل الدعوة إلى الإسلام قل له ما قتل نفسه بيده حتى يحتجوا بذلك نعم ساين يسأل يقول حضيرة الشيخ لماذا هذا العداء على الجهاد وتحريض الناس على عدم الذهاب إليه ومع أن الأمة الإسلامية محتاجة إلى الجهاد والأعداء لا يريدون الجهاد فلماذا نوافقهم وما معنى ترهبون أدى ذاك الله خيرا نحن نحب الجهاد ونرقض فيه لكن هذا ليس بجهاد قلنا إن هذا ليس بجهاد هذا تخريب قتل للنفوس بغير حق هذا جهاد حتى نفسه يقتلها بغير حق هذا جهاد الجهاد له أحكام له شروط له ضوابط يتولاه ولي أمر المسلمين ويدعو إليه حتى بنوا إسرائيل قالوا لنبيين لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ما راحوا يقاتلونهم كل واحدنا خلت سلاحه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يعني طائد طلبوه ممن من نبي لهم من ولي الأمر فالجهاد مرجعه من وهذا من الأحكام السلطانية مرجعه لولي الأمر هو الذي يأمر به وهو الذي يتولاه وهو الذي يجند الجنود وهو الذي يعد الأسلحة وترهبون عدو الله ترهبون عدو الله ما قال ترهبون المسلمين أو ترهبون المعاهدين قال ترهبون عدو الله وعدوكم نعم حقول السائل فضيلة الشيخ إمام مسجد الحي الذي أسكن فيه يقرأ في صلاة الفجر أحيانا صورة الزلزلة في الرقعة الأولى والثانية فهل هذا هو السنة؟ السنة تطويل القراءة في صلاة الفجر كما قالت جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطول أو يطيل القراءة في صلاة الفجر هذا هو الغالب من سنته فكان يقرأ من السبعين أو سبتين إلى المئة عليه الصلاة والسلام في الرقعة الواحدة أما أنه قرأ في صورة الزلزلة وكررها في الركعتين في صلاة الفجر فهذا ورد في سفر هذا ورد أنه كان في حالة سفر نعم أبي وأمي لا يريدون أن ترتدي زوجة النقاب فتركت المنزل أنا وزوجتي فأسأل فهنا أسأل ويقول وأنا أسأل عنهم بصفة مستمرة وأرسل إليهم النقود فهل عملي في الخروج من المنزل يعتبر عقوق الوالدين لا هل طاع أهل الله ليس عقوق للوالدين الوالدان هم المخطيان الذين يأمرون بكشف الحجاب وعدم النقاب هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن جاهدات عن الوالدين إن جاهدات على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق لا الوالد ولا غير وأحسنت في أن تخرج زوجتك في مسجن آخر تبعد عنه ولكن أنت تواصلهم تبر بهم تدعوهم تأمرهم بالخير تنهاهم عن الشر تبين لهم تبين لهم أن الشجاب شرع شريعة واجب على المرأة فإن رجعوا عن عن رأيهم واعترفوا بخطائهم ترجع زوجك للمسكن نعم هذا السائل من أنترنت من الجزائر يقول من انتحر جاهلا بالحرمة هو قتل نفسا وهو لا يعلم الوعيد في ذلك أهل يترتب عليه الوعيد الله أعلم أمره إلى الله لكن هذا مفرط حيث لم يسأل أهل العلم هذا مفرط في هذا الأمر حيث لم يسأل أهل العلم ويتققى في دين الله ما شك إنه مخطي وأمره إلى الله نعم ثاني يقول سماعة الشيخ الأفكار السلبية دمرتني وهي تقودني للانتحار فما علاج هذه الأفكار السلبية علاجها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيد بالله إنه سميع علي استعيد بالله من وساوس الشيطان ونزغاته وأكثر من ذكر الله وعليك بالصبر والاحتساب واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور نعم قد السائل ابنتي تحتاج لإجراء عملية جراحية في منطقة حساسة وكما تعلمون المستشفيات الحكومية الجراحة فيها رجال والمستشفيات الخاصة باهظة الثمن فما توجيهكم لي وجزاك الله خيرا عند الضرورة عند الضرورة إذا لم تجد من يقوم بالجراحة إلا طبيب مختص رجل بقدر الحاجة والضرورة لا بأس بذلك أما إذا وجدت مكانا آخر عالج فيه نساء ويقومنا بالمطلوب لا يجد لك أن تعالجها عند الرجال إنما هذا عند الضرورة نعم قل السائل والدي حج عام 1408 في الهجرة حج قارنا وأخبرني عمي هذا العام أنهما حج قارنين ولم يذبح الهدي فماذا علي عمله الآن علما بأن والدي قد توفي منذ زمن إذا ثبت هذا فالهدي باقي في زمته الحي يذبح الآن قضاء والميت يلبحانه نعم تقول السائل تقول السائل رضعت مع إخوان أبي فهل يجوز أن أتزو السائل هذا يقول رضعت مع إخوان أبي فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات عمتي أفتوني في ذلك إذا ثانت التي أرضعتك جدتك من أبيك أم أبيك وأم إخوان أبيك فبناتها بناتها أخواتك وبنات بناتها أنت خالهم نعم أنت خالهن وكذلك أنت عم بنات إخوة أبيك الذين رضعت من أمهم التي هي جددة أنت تكون عما لهن ألا يحل لك هذا نعم نود أن نبأي والأحبة أن الأسبوع القادم لله تبارك وتعالى ندوى عن علاج المشكلات الأسرية الكتابي والسنة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح وفضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر سائل يقول سمحت الشيخ ما هي الشبه التي يبني عليها التسجيريون قولهم وجزاك الله خيرا شبه كثيرة لكن من أعظمها وأخطرها أنهم يأخذون بالمتشابه من الأدلة ولا يرجعونه إلى المحكم لا يرجعون المحكم المتشابه إلى المحكم الذي يفسره ويبينه ويأخذون دليلا ويتركون الأدلة الأخرى التي تقيده أو تفسره أو تخصصه وهذه مرتبة لا يعلمها إلا العلماء أما الجهال والمبتدئون في طلب العلم فلا يعلمون هذا الشيء هذا من أعظم الشبهات في هذا الأمر وكذلك تقليدهم أو طاعتهم لمن ليس عنده علم من يدعي العلم هو ليس بعالم أو طاعتهم لعدو يتجيى بالإسلام وهو يريد الإساءة إلى الإسلام نعم قل السائل سماعة الشيخ ما حكم الفرود مع جماعة التبليغ لاستفادها مما عندهم من الزهد وتعلم طريقة الدعوة وجزاك الله خيرا يا أخي أنت مع المسلمين والحمد لله تخرج ليه لماذا تخرج تخرج عن المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن جماعة المسلمين الخير موجود ولله الحمد في البلد وفي المساجد وعنده العلماء ولا حاجة إلى هذا الخروج المبتدع نعم هل يجوز قتل السحرة استنادا لقتل حفظه الساحر هذا لا يجوز إلا بحكم شرعي من القاضي وينفذه ولي الأمر ما كل يقتل يقول هذا حد الحد يقيمه ولي الأمر ويكون بحكم شرعي بعدما يثبت على الإنسان أنه يستحق القتل نعم والسال سمعت الشيخ نرجو من سيادتكم توضيح شروط الخروج إلى الجهاد وحفظه قتلت جارية سحرتها لأن السيد يقيم الحد على مملوكه السيد يقيم الحد على مملوكه نعم أما شروط الخروج إلى الجهاد في سبيل الله إذا طل إذا دع ولي الأمر إليه وإذا استمفرتم فامفروا فمن خصصه ولي الأمر يجب عليه وجوباً عينياً وإذا حضر القتال بين المسلمين والكفار يجب عليها أن يقاتل ولا يفر من الزحم وإذا حصر البلد عدو ودهم البلد عدو وكل من يستطيع دفعه وقتاله يدابع نعم هل يجوز التبرع بالدم إلى مريض النصراني نعم كما تطعمه وتسقيه وتكسوه هل من باب الإحسان والله جل وعلا يقول لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين نعم كيف نجمع بين الحديث الذي فيه أن من قتل أحد فإن ابن آدم الأول كفل منها قتل نفسه بغير حق نعم وبين قوله تعالى ولا تذروا وازرة وزرة وصلا يأني بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قل لي أنه أول من سن القتل فهذا وزره هذا وزره نعم بعض الكتاب في الصحافة يقول أن سبب التفجيرات والأعمال الانتحارية ترجع إلى التربية على مسائل الولاء والبراء والطرق عليها باستمرار من العلماء ومناهج التربية والتعليم لما توجيه سماحتكم هذا كلا الولاء والبراء شيء والتفجير والتخريب شيء آخر وهذا لا إما أنه إما أنه يعكس الأمور ويطلب الحقائق وإما أنه جاهل ولا يدري نعم نعم قل السائل عندنا صندوق عائلي تعاوني بدأ في هذا الشهر بحيث يدخل الصندوق مبلغ قرابة 1300 ريال كيف نحسب زكاته وكيف نحسب الحول وجزاك الله خيرا الصندوق إذا كان للبر والساعدة المحتاجين ليس به زكات لأن هذا مصرف ومصرف الزكات أما إذا كان الصندوق هذا استثماري يراد به التجارة الاستثمار الزكات على الدراهم التي دفعتها فيه وعلى الأرباح التي تأتيك منه على رأس المال وعلى الربح كل يزك فيما نصيبه في هذا الصندوق نعم وإذا وكلوا واحدا يقوم على الصندوق ويدفع الزكاة عن الجميع ألا بس نعم أحسن الله إليكم يقول نرجو إبداء توجيهكم في التفجير الذي وقع في كنيسة في الأسكندرية في مصر وجزاك الله خيرا هذا من الغدر إن كانوا من المسلمين الذين هم في مصر من على المصر فهو غدر لأن هؤلاء هؤلاء النصارى هؤلاء لهم عهد ولهم ذمة عند المصريين جيرانهم ويسكنون معهم من قديم أنا يجوز الغدر بهم وإن كان من خارج من مصر داخل على مصر ما هم من أهلها فهذا لا يخسب على أهل مصر نعم سمعت شيخ أحسن الله إليكم كيف أترك التفكير في الانتحار وجزاك الله خيرا ما يحتاج سؤالها أترك التفكير وتعول من الشيطان استعذ بالله من الشيطان واستعظم هذا اعرف قطورته وإثمه وتصور العاقبة التي ستأولي لها وهي أشد مما أنت فيه من المضايقة الآن صور هذا وتذكر هذا واسأل ربك اسأل ربك الهداية أن يهديك وأن يمنعك من هذه الجريمة نعم يقول السائل أسكن في الرياض وأذهب لزيارة أبيه في الجنوب ولا أملك بيتا في يقول يسكن عند أبيه هل يترخص بأحكام السفر أيش يقول أنه يذهب لزيارة أبيه في الجنوب فيسكن عنده في بيته هل هو أن يترخص بأحكام السفر إذا كان ما هم قيمة في البلد من له ذهب إليه وإنما ذهب لزيارة وإقامته أقل من أربع تأيام ولا أبا ثاني يترخص لأنه ما زال مسافرا لكن كونه يترك صلاة الجماعة ويترك المسجد ويقول أبا صلي قصر صلي مع الجماعة ويتم مع المسلمين وزيادة أجر وخير ولله الحمد لكن من حيث الحكم إذا قصر في هذه الحالة وإقامتها قبل من أربع تأيام ثم يرجع إلى بلد إقامته واستقراره فلا بس بذلك صلاة صحيحة نعم يقول السائل هذه سائلة تقول زوجي في السجن فحصلت بيني وبينه مشاكل وضغوط نفسية فرمى علي بطلقة والآن يريد أن يراضيني فكيف لي ذلك هذا يأتي إلى أما إلى المحكمة الشرعية وإما أن يأتي إلى دار الإفتاء ويمضى في سؤاله إن شاء الله نعم قل السائل سماعة الشيخ ما الحكم في الحلي الحلي الذهب المستعمل أن فيه زكاة فدزاك الله خيرا الراجح والذي عليه الأكثر أنه ليس فيه زكاة ما دام يعد للاستعمال ليس فيه زكاة لأنه لم يعدل إنما وإنما يعد للاستعمال ولأن فيه إجابة الزكاة فيه تضييق على المرأة ولا سيما إذا كانت فقيرة ما تملك غير هذا الحلي ماذا تعمل إما أن تنخرم من الحلي وإما أن تستدين وإما أن تبيع منه هذا مضايق أهلها فالراجح والله أعلم والذي عليها أكثر العلماء أنه ليس فيه زكاة نعم قل السائل قول النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين للمساجد نعم في النجوة التوجيه في بيان هذا الحديث الحديث واضح فيه فضل المشي نقل الأقدام إلى المساجد وهذا ورد بمعنى حديث كثير تؤيده إن كان هو في نفسه فيه ضعف لكن له شواهد له ما يقويه المشي إلى المساجد كل خطوة يخطوها حسنة تحط عنه بها خطيئة كما في الحديث نعم قل السائل سمحت الشيخ كثرت الفتن في هذه الأيام في العمل والسوق وغير ذلك كيف أستطيع الإنكار مع أني أترك الإنكار من أجل الحياء النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فلأغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الإنكار لا بد منه أقل شيء بالقلب وإذا أنكرت المنكر في قلبك ابتعد عن عن مواطن المنكر ولا تخالطه لو نعم قالوا السائل سمحت الشيخ رجل متزوج ولهو أولاد عزم على الزواج من زوجة أخرى ويريد أن يفرغ صك البيت باسم الزوجة الأولى لأنها تعبت معه من سنين فهل في ذلك بأس ليس بيأة بأس عطية الزوجة عطيها زوجة من ماله هذا في بأس إن شاء الله نعم يقول السائل متشاجران بينهما فهل السلام إذا لقيته نعم يقول فهل السلام إذا لقيته في قلبه ما عليه يخرجنا من الوعيد يقول يقول متشاجران بينهما فهل السلام إذا لقيته في قلبه عليه ما فيه يخرجنا عن الوعيد الشديد الذي جاء في الهجر نعم إذا سلمت عليه فأنت الديت الذي عليك يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فأنت سلم تأدي ما عليك كتب التفسير وكتب شروح الحديث كلها مذكور فيها ضوابط الجهاد وشروط الجهاد إن هذا يحتاج إلى تعاوك إلى دراسة تعلم ما يكفي أنك الطالع في الكتب بدون عالم يبين لك صحيح يبين لك الطريق قد تفهم خطا نعم امرأة الحامل أرادت حملة شيء ثقيل فاعتمدت بفرسوعها على بطنها فمات الجنين في بطنها فهل عليها فدية نعم بعد أن موت الجنين بسبب فعلته وهي أنها اتكهت على الجنين أو اعتمدت على الجنين ومات هذا تسبب كن عليها كن عليها كفارة عدق رقبة الرقبة غير موجودة الآن